اشتركوا في القناة والعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية تركيا والتي تمتد لأكثر من خمسين عاما هي علاقات وطيدة ومتينة وذات مصالح مشتركة في ظل ما تحظى به من حرص واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخي فخامة رئيس الجمهورية التركية ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء مشيرا معاليه لأن مملكة البحرين حريصة على موصلة تعزيز أطر التعاون وتطوير مسار العلاقات مع جمهورية تركيا الشقيقة وما تشهده من زيارات متبادلة على مختلف المستويات واتفاقيات للتعاون ومذكرات للتفاهم وعلاقات تجارية واقتصادية متميزة ومشاريع تلموية عديدة في هذا الجانب أكد معالي رئيس مجلس النواب أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تطوير ونماء العلاقات الثنائية وتكريس الجهود لموصلة العمل على استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة ومرحبا بتبادل الزيارات البرلمانية في لجان الصداقة والتعاون على مستوى المجلسين والأمانة العامة وتنسيق المواقف في المحافل الأسيوية والإسلامية والدولية لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين مثمنا معاليه موقف جمهورية تركيا في دعم القضية الفلسطينية ومؤكدا موقف مملكة البحرين الرأسخ والثابت في دعم الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق في قامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة والرفض القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة من أرضه من جانبه أكد معالي رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بجمهورية تركيا أن العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين جمهورية تركيا ومملكة البحرين تحظى بكل الاهتمام والرعاية والتوجيهات الرفيعة من القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين في ظلم تشهده مجالات التعاون التلموي العديدة من تطور ولماء والرغبة في تعزيزها والارتقاء بها لتحقيق الأهداف المنشودة والمصالح المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين مشيدا بمواقف مملكة البحرين في دعم القضية الفلسطينية ومؤكدا دعم جمهورية تركيا لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقا لحل الدولتين أنا صعيد جدا هذا اليوم بزيارة مجلسي النواب وشورى في مملكة البحرين البلد الشقيق تركيا والبحرين وخصوصا في الأعوام الأخيرة تتمتعان بعلاقات وثيقة ومن أهدافنا الأساسية طبعا تطوير العلاقات بين البرلمانين ونأمل من خلال هذه الزيارة أن تسمى كل هذه المحادثات لتطوير وتطيل العلاقات بين البلدين لقاءاتنا اليوم كانت مثمرة للغاية تناولنا من خلالها العلاقات في المجال الثنائي بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلاقات بين البرلمانين مباحثاتنا مثل ما ذكرت كانت مثمرة ومفيدة ونقدم الشكر لمعالي رئيس مجلس النواب والأعضاء في البرلمان البحريني وندعوه لزيارتنا في تركيا وسنواصل بعد الآن علاقاتنا في إطار مجموعات الصداقة وفي إطار الاتحادات البرلمانية الدولية الأخرى ومن هنا أقدم تحياتي وسلامي الحار للشعب البحريني ومتمنين لهم دوام التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر